كان المفروض بسيد علاوي إذا يريد أن يكون هو مرشح القوة السياسية أن يلزم الكتل السياسية الأكثر عددا لأنه هو القضية اللي وقع فيها الفخ الذي وقع فيه رئيس الوزراء المستقيل أنه لم ترشحه الكتل أكثر عددا حتى تدافع عنه وهذا نفسه اللي يتحدث عنه السيد النائب اليوم القوة السياسية وخاصة الشيعية ترشح من تحت شلو اثباتك برشحة قوة السياسية ترشح من تحت الطاولة وتقول بالإعلام أنا لا دخل لي ليش لأنه إذا فشل السيد علاوي هي راح ما يرجع لها الفشل مثل ما فشلوا السيد عادل عبد المهدي فشل عادل عبد المهدي هو فشل الجميع وفشل القوة السياسية بأجملها التي رشحت عادل عبد المهدي بهدو يعني حسب ما تقول السيد عادل عبد المهدي بفشل في حكومته لكن طلع الرجل قال أنا ما حد مرشاني